على مبدأ الضرب غير المبرح جددت الميليشيات في العراق استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق دون أن تترك قتيلا واحدا أو جريحا لتندرج هذه الهجمات تحت مسمى الإثارة الإعلامية وإعطاء الحدث بعدا مقاوما بحسب رواية المحور الإيراني وخلافا للمعهود في إدارة جو بايدن ردت القوات الأمريكية هذه المرة بضربات مركزة استهدفت مواقع لميليشيا النجباء قرب مدينة كاركوك موقعة قتل وجرح لتكون هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها في أقل من شهر بعد قصف مماثل استهدف مواقع للميليشيات في جرف الصخر وقرب بغداد السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسكي علقت على القصف الأمريكي بقولها إن واشنطن لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وسترد بقوة على أي استهداف لقواعدها ما يعني أن للأحداث الجارية مآلات تصعيد منتظرة على الصعيد الأمني تتمثل في ضربات أمريكية استباقية لأي تصعيد ميليشيوي يخرج عن نطاق الأهداف الفارغة إلى إصابات مباشرة في القوات الأمريكية ورغم أن ميليشيات إيران تحاول ربط هجماتها بالرد على الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلا أن نتائج الهجمات وكيفيتها لم تحدث أضرارا تذكر في القواعد الأمريكية ولا تعد هذه الهجمات بحسب مراقبين ذات تأثير في الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني ومع ذلك فإن هجمات الميليشيات على القواعد الأمريكية لها بعد على صعيد الاستثمار الإيراني في أي صراع يدور في المنطقة حيث تريد طهران أن تقول لواشنطن إنها تمتلك أوراغ ضغط متمثلة بالميليشيات ويمكنها استخدامها لتحقيق مكاسب على مستوى المفاوضات النووية وغيرها من المشاكل العالقة وبنفس الوقت تتاجر شعبيا بشعارات المقاومة والممانعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر